موسيقى حياكم الله مشاهدين من يديد ما زلنا أكيد مستمرين معاكم في صباح الشرقة مشاهدين قد لا تخلو الحياة الزوجية من المشاكل الكبيرة والصغيرة إلى أن بعضها يعود سببها إلى تغير الحالة المزاجية لأحد الزوجين بسبب ضغطات الحياة ومنها بالتحديد ضغطات العمل أو التربية أو حتى الوضع المادي مما يسبب حالة من التخبط المزاجي والذي ينتج عنه الكثير من المشاكل الأسرية حتى نتكلم أكثر على موضوع كيفية التعامل مع مزاجية الأزواج معنا في الأستوديو الأستاذة هالة الأبلم استشارية نفسية وتربوية صباح الخير حياة الله معنا صباح الشرقة حياكم الله حياكم الله أنا أتوقع أن أنسحب الموضوع المشاكل الأسرية وما لي في المشاكل الأسرية أستاذة بدأنا نتكلم عن تأثر مزاجية الأزواج كلا في حالة ومدى هذه التأثر في المزاجية على تأثر العلاقة الزوجية طبعا قبل ما يبتدي نقول لك قبل ما يتأثر شو هو المزاج يعني كيف يتغير يعني هو نسميه الطراب بالمزاج وطراب المزاج عندنا ويد أشكال من أنواع الطراب بالمزاج فيه الاكتئاب وفيه الهلاء إلى آخر من الأطرابات النفسية هناك غنى عن ذكر هذه الأمور ولكن إدينا في الحياة الزوجية تختلف هنا أن المزاج يختلف بين لماذا مزاج؟ مع مزيج يعني المزاج مع مثل المزيج يعني مثل تخلطين حليب خضيط خلط يعني خلط أنا مش مستقر على حالة نفسية وحدة يعني يعني ممكن الشخص هذا في الثانية الوحدة ممكن يتغير فيه ناس لأ عندهم طريق مستقيم مستمرين على الفترة فما يتغير فهنا هي هي المزاج هو الدمج بين شعورين مختلفين وبالتالي يصير عندنا مشاكل فيهما بعد مشاكل زوجية أين كانت المشاكل الجوزية نعم، دعنا نتكلم عن تأثير هذه الاضطرابات المزاجية أو التغير في المزاج كيف يمكن نتأثر في طبيعة العلاقة الزوجية؟ شوف طبعا للأسف الشديد أكرر وداما أقول لها الكلام أن المزاج يعني مثل البهارات السبايسي يعني إذا محطيناها إذا وجدت في الزوج أو الزوجة وكان الصاحب مود عالي جدا ومتغير بين الفينة والفينة فأصبح لنا مشاكل زوجية بلا حدود سواء كانت الزوج أو الزوجة التأثير على مشاكل زوجية يصير في تفكك أسري ما في حوارات من طبعا للبيت كله أنا أذكر عندي كثير من الحالات المرأة ما تكلم مع زوجها لأنه بس يدخل من الدوام هو ما يتكلم أو إذا تكلم يصارخ ويضارب بدون أي أسباب تذكر هو ليش مزاج أنه ما في خلفية نقول بيئية أكثر أحيانا تطلع من فراق وأول أكثر عندنا من نفسي نقول نتيجة لنوجود بعض الطرابات الهرمونية أو كيف يصير عندنا التقلبات نتيجة لظروف أيضا نعاني من الظروف المشاكل الموجودة في البيئة بالتالي أيضا نجد الطرابات الهرمونية قد تكون أكثر عند المرأة من الرجل هنا عاد نقول هل هي عند الرجل أم المرأة هم دم يقولون المرأة حليلة أنا أقول المرأة والرجل وليس فقط المرأة شكرا لك صدقا لا لا صدقا لا بس المرأة ميزة في المرأة قد يكون صالحة يعني لابد أن يتزوج الريال يكون عندها فكرة أن المرأة يصير عندنا الطراب هرمونية نتيجة للدورة وما بعد الدورة يعني لذلك لا نذكر هذا الشيء في أسبوع قبل وفي أسبوع بعد تيها مثلا الحمل في أسبوع وفي شيء ما اسمك تقاب الحمل في شيء فهم أنت عارفين يعني يا رجال المرأة عندها مشاكل في ألف باء في ألف باء فهي بتتغير بس الأجمل في المرأة عندها قدرة في التحمل وقدرة على تبديل المزاج رائعة والله هذا من الله سبحانه وتعالى المرأة مخلوق جبار نحن عبارة عن كتلة مشاعر هو المسألة رب العالمين أكرمها بهذه النعمة صراحة لما تفجدين في العامك وتقول طب ليش تكون أم طب ما هي كان هل الرجل تحمل ليس ساعة مع أطفاله لا طبعا ها هل الرجل يقدر يتحمل يتحمل البيت كله ويلس بس أنا بحول المهام الرجل يحط مكانه لأول حرمة والمرأة يحط مكانه شو بيصير لا بيصير طعامنا مشاكل كبيرة فلذلك أقول الرجل الرجل رغم أنه مش عاطف بالدرجة الأولى لكن لما يتغير مزاجه عند مشكلة عميقة جدا في تغير المزاج من حين لآخر بدون أسباب تذكر وقد يكون وأكثر آلام الرجل وأتقال وهي المادية صح صح أكثر ما يؤثر على المزاج عند الرجل المادية لذلك أقول للشاب والشابة في دخول الحياة الزوجية بدون ديون صح فقط ندخل والله صح هذا أهم شيء إذا أنت دخلت بوابة الزواج بمفتاح اسمه ديون فبالتالي أنت تكون حياتك تدريجيا في جحيم سيدة هالة كذلك موضوع مهم على عاتق الزوجة اختيار الوقت المناسب لمناقشة المواضع هذا أحد أهم الأسباب يعني مو مفروض ريال يعني من دوام تعبان أول ما بطلبها بالسلام عليكم تشتغل يعني تشتغل مكينة هذه مكينة الكلام لا تسكت أبدا فلابد توقع حتى وقت الغداء يعني أنا محب النقاشات اللي فيها فيها كلام قوي وقت الغداء أنت بعدك ما تزوجت من الحين تتحقق ما تزوج أنا صادقية ما شو ما تزوج من الحين تتحقق عارف كل سوء لا مع أمام والبابا مع أبو وم أمه ماشاء الله هو شوف مشكلة المرأة متى تختارين حوار أنا عارف أن ريالي طبيعتها لما يدخل من الدوام تعبان أبسط حدود المزاج هذا أبسط داخل حين أنا ما في دعا أول ما ندخل من الباب صارتي وصارتي ودك سوتي ودك سوتي ودك وأنا اليوم طبيعي بجلب عليك فوق تحت صحي صحي لازم أوفر لي المكان والبيئة وبيئة الراحة عشان هو داخل أعطي الحجرة يكون جاهزة يدخل حجرة عشر دقائق ربع ساعة شوفي ما يتشوفك ما يتشوفك ميت على الغداء لا خليه ياخذ وقته ياخذ وقته يدخل يدخل بعدين يليسويال لما تبتدين على الغداء والله تصار في الدوام والله تشو هذا الريالي في العالم طبعا أمرا ما بتكلم لن يتحدث لأن الرجل بطبيعته صندوق صعب جدا تدخلين في هالصندوق المرأة شبكة فتنطلق ما شاء الله بجميع الاتجاهات تأكل وترمس وتقول لهذا اسكت وتربع عرف كيف الأمور طبعا الأمور صعبة بس نحن قدها كيف ممكن نحن نحتوي مزاجية الطرف الثاني بدكاء أهم نقطة في الاحتواء يعني أن أنا أعرف مفتاح هذا الرجل متى مزاجه يتغير ومتى لا يتغير هل هناك أسباب مجرد أعرف هالشخصية الأمامي وأعرف نفسي فبالتالي أنا قادرة أتحكم في هذا المزاج يعني أنا لازم مفترض أنا دخلت الحياة الزوجية أنا مدركة هذا الشخص من وأنا من وبالتالي لما أعرف الاثنين مع بعض أقدر أتحكم في نفسي وأتحكم في الآخرين ليس بشرط حتى الزوج حتى في حياتك العملية أنت عارف أن هذا المدير وهذه الموظفة عندهم طرق في التعامل عندهم مزاجات متعينة أنا لم أفترض أدخل في هذا الوقت المناسب لازم أعرف الوقت المناسب ولازم أعرف منه الشخصية الأمامي ولازم أعرف متى يكون سعيد ومتى لا يكون سعيد لماذا أنا أوجد هذا الجو السعيد الذي يسبب له ويغير مزاجه يعني ممكن أنا أعرف أن هناك ولد من أولاده مثلا يحبه وايد لما يدخل عليه ممكن هالساعة حطها الولد ودخله على أبوها اللحظة صدقيني في ثانية وحدة يتغير المزاج عارف المفتاح هل الولد هذا؟ هل الابتسامها؟ هل الورد اللي أنا حطيتها اليوم؟ هل الضحكة اللي أنا أول ما شفتها ابتسمت؟ في أول ما أشوف وريها مبوز يتبوز على طول لا لا يستوي لازم فيها اسمها معادلة يعني معادلة كيف أنا أتحدث وكيف أستقبل كيف الطريقة اللي ممكن لو كانوا الاثنين في حالة مزاجية وخصوصا الآن المرة والرجل الثنين مودي الثنين مودي الآن كذلك الرجل والمرأة ممكن أن يصلوا الوقت حتى البيت في نفس الوقت هذه المرأة تشتغل والرجل تشتغل صحيح صح لما الثنين وخصوصا نحن أغلب الأحيان كلهم عاملين المرة تشتغل وما أصبحت المرأة فقط البيت يعني قل ما تجد أن واحدة بسياسة مستغرة بالبيت لازم كل واحد من يقدر الآخر يعني عارف ظروف الآخر إذا عرفنا ظروف ما نكرر إذا عرفنا بعض فبالتالي ونقدر نعدل بين المزاجين مثلا أنا عارف نمرتي عندها مشكلة في هرومات وعندها مشكلة بتحامل وبالتالي يعطيها بايشانسة أنا عارف أنها متضايقة وأنها مفترض أن أنا ما أدخل في الوقت هذا أعطي لكل واحد خصوصيته وأهدي عادة لازم أول ما أرى شخص الأمام بهدي تغير ممكن أعده أبتدي أعد واحد اثنين ثلاثة وأبتدي أهدأ أنا يعني نشوف هذا المو يعني مثل المو نشوف المو كيف يكون عالي ما يفترض أن أقابل الموج بالموج يصير عندك عراك وصير عندنا مشاكل إحنا في غناء عنها لذلك يتعرضون العنف الجسدي لذلك يتعرضون العنف اللفظي يعني بتحصل عندنا مشاكل إحنا قد يتسبب بعد في إيذاء الأطفال فيها وائد لها أبعاد نعم طيب أستاذ نحن نتكلم عن اضطراب المزاج أو بالمعنى حنا نقول المتداول الأشخاص المزاجيين بشكل عام متى نقدر نقول إن هذا الأمر طبيعي متى نقدر نقول إن هذا الموضوع زاد عن حده وهذه المزاجية غير مقبولة وقد تنهي علاقين أشوفي مزاج عادة هو عرض وليس مرض المزاج اللي نحن نتكلم عن طراب مزاجي خفيف اللي هو مرة زعلان مرة كذا يكون لأسباب يكون ماشي لأنها لا يجب أن تبشي الحياة لكن متى يتحول إذا دخلنا عند الخط الأحمر بمعنى هذا المزاج تطور وتطور إلى شهرين ثلاثة أشهر متكررة عشان أقول هذا صار عندي مرض بالتالي لا يجب أن يكون ما يقل عن ستة شهور في تكرارية بنفس الأسلوب هذا واحد أثنين يكون عندي مصاحب لنوع من عنواع الحزن الشديد جدا أو السعادة الشديدة جدا نرى أفكار غير متناسبة بشكل يعني يقول شيء عجيب في نفسه أنت مستغربة طيب شو الأفكار اللي يجب أو يحصيل معتقدات أو هلاوس أو يسمع أشياء فبتي تحول هنا من عرض إلى مرض هنا نرى أن هذا مفترض أننا خلاص لازم نسأل دكتور أو استشاري ونستشير بهذا الموضوع أستاذة هالة دور الأبناء الوعي يعني ما نتكلم نحن على المرحلة تصغيرة تسع سنوات يعني 10 سنوات 11 سنة فيما فوق صار في عندهم وعي يعني حتى إذا كان في مشكلة بين كيف ممكن الأبناء كذلك يساعدون في تحسين الحال المزاجية يعني كذلك بالتالي لحد من المشاكل التي تصير في البيت الأبناء ممكن يساعدون مثل ما قلت لك يعني مثلا أنا عارف أن أبويا مثلا عصبي أو في هالوقت أو ما يحب حد يكلم فأفترض أن أنا أبعد الأولاد عن المكان مفترض ما خليهم لأنه ممكن يضرب حد منهم أو يتعرض لحد منهم لأن الأولاد عارفين أن ماما لها حرية يعني أنا مثلا عندي مشكلة مثلا أنا أقول لهم أنا هاي الساعة بدام أنا مشغولة في هذا المكان أو أنا أتكلم يفترض ما تكلموني فأنا عارفة أي أطفال أن أنت لكم حدود في هذا الوقت التعامل أو لا تدخلون في الوقت هذا على بابا يعني في وقت ساعة مثلا بيرتاح لا تتعرض لا تتصوين أصوات ولا تتصوين كذا فأنا يا سأمشي وحط له وقت لكل شيء وأرتب بدام في إدارة للوقت في البيت بالتالي أنا أقدر أديها والأطفال عادة الأب لا يتأذى منهم إذا كانوا محبوبين يعني بعض الفكاهة والألعاب ويلعبوا إياه وكذا بالعكس منهم أغلب الرجال لما يرى نفسه ضايع في المزاج ومن قادر يكون سعيد يدخل الأب أغلب الرجال وكأنه شيء كأنه يعدل المزاج أو يدخل مع حوار ما حرمته في شيء يضحك في موهبة معينة في قدرات معينة في التالي يحاول يعني أن يعوض هذا نحن بعد حانونين يعني لا حانونين لا لا حانونين نحن نسويها اللقاء مرة ثانية بعد ما تتزوج بعدين من قرر شفتين؟ إن شاء الله أستاذة هالا دعنا نوجه نصيحة لكل الأزواج الذين يتابعونها فيما يخص موضوع اضطراب المزاج أهمية احتواء الآخر لاستمرار الحياة واستمرار العلاقة الزوجية أهم نقطة في الموضوع لازم نبتد الحياة الزوجية صح يعني بداية دخول البوابة هذا وهذا القصر الجميل وليس السجن الجميل لا بد أن أجعل المكان جميل وأنا جميلة من الداخل بمعنى أن أكون واج شفافة وواج صادقة في المزاج إذا ما فيه مصداقية وما فيه شفافية صار فيه غموض وأول ما يتحول البيت إلى غموض صار عندنا مشاكل فلا نقول أنا إنسان من فتحها لازم الاثنين يستوعبون بعض لازم الاثنين يحبون بعض أي بيت فيه حب ينتج حب وأي فيه بيت فيه كرة ينتج كرة الله يجمعنا دائما على حب يا رب تكون البيوت دائما مستقرة مفاعمة بالحب و بالتفاهم و بالمشاركة إن شاء الله شكرا نكيد كل الشكر والتقديل أستاذة هالا الأبزم استشارة نفسية تربوية على هذه الفقرة الجميلة والمعلومات القيمة شكرا مشاهدين وصلنا لختام رحلة صباح الشارقة لهذا اليوم أتمنى إن شاء الله استمتعتوا واستفدتوا من كل المعلومات التي قدمناها لكم نلتقي غدا في حلقة نهاية الأسبوع مع فقرات منوعة و متجددة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقة من العمل إلى اللقاء إذن مشاهدين ألتقيكم غدا بإذن الله تعالى إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا رشا مطر وتحيات فريق عمل صباح الشارقة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة